هذا كلام أبو عبيدناتك الرسمي باسم كتاب القسم وقت للخطابات السياسية في العالم قاعدة تهزل فينا تحاول تدفع الجميع نحو ما بعد الحرب ومش تكون موجود الكيان الداخل ولا بش يحكم هو الكيان يقول لك من عاش نجمه نخرجه من غزة بعد الحرب أمريكية تقول لي ولكن هذا مش مقبول يزم الغزاويين تكون عندهم نفس السلطة معالظفة لا وجودة لحماس على أرض الواقع هذا غير موجود وغير مطروح اليوم ما تقوم به هالمقاومة رأوا الناس يزم تبعد على تصاور متع الدموس بطارات وقصف المدنيين لأنه هذاك فشل العدوي ترجم فيه يحاول أن يصنع منه إنجازات أنه جيقة الآلاف صغار يوري دموع أشلاء دماء تصاور قهرتنا قلوبنا ولكن على أرض الواقع في الميدان هاكم تشوفوا في الخسار اللي نسبة منها يعترف بها الكيان والنسبة الأخرى التي لا يعترف بها يوثق لها مجاهدو كتاب القسام نبدأ بيك محمود كونكرتما على أرض المعركة القسام تقوله ما زلنا هنا مازالت الحرب متواصلة مازال كتاب القسام صامدة على أرض الميدان رو على عكس ما يقع تسويقه فإنه قاعدين يخلقوا في نوع من إعادة توازن القوى على أرض المعركة لأنه بالصمود وبالتعبئة لأنه ما تصورش راو أنه اليوم عندك عشرين ألف مقاتل أو ثلاثين ألف مقاتل اليوم كتاب القسام بيش ينسحبوا بالطريقة سهلة فما ساعات الربلي ستراتيجيك ويعاود ويرتاحوا راو ما يزمناش ننساو راو هذي عباد موجودة تحت الأنفاق منذ أكثر من شهر اليوم مواد غذائية فماش الأسلحة ينزل من نعرف وقتاش نستعمل وقتاش ما نستعملوش لأنه بشي جي نهار في نهاية الأمر وتوفى اللاجيسيوم بتاع الماركة في حد ذاتها إنجاز بالنسبة لي للقسام الأكثر من هكا أنه العدو قاعد يتكبد في خسائر والخسائر قد لي ترتفع قد لي يصير ضغط من داخل الإسرائيلي على الحكومة وعلى نيتانياهو وقتاش تتربح راو الحروب ما تربحش في اليامات الأولى والأشهر الأولى سي بالاستنزاف وستصبح غزة حرب استنزاف بالنسبة للكيان الصهيوني والصمود وقدرة المفاوضة والمناورة اليوم على كتائب القسام مهمة جدا التهدئة علاش خايفين ما التهدئة هما؟ لأنه التهدئة في حد ذاتها بشتاعتهم بفيد أكسجان بالنسبة للمقاومة والمقاومة قاعدة تفاوض بهم بأهم شيء البارح أنا تفرجت في عائلات الأسرة كيفاش مشاوا مع مجلس الحرب وقاعدين يقرعوا فيهم وقابلوا ناتانياهو اليوم مسألة الأسرة مهمة جدا مسألة الهدنة مهمة جدا ما تقوم به الدول الإقليمية رانا ساعات نونقدوا وحنا مخلاف اليوم تحت الطاولة فما مفاوضات كبيرة على التهدئة اليوم وصلنا أثرنا على مانويل ماكرو أنه ولا يدعو إلى تهدئة بخمسة أيام توصل من بعد إلى وقفة لايق النار كاعدة الموازين تتغير والصمود والصمود أهم شيء اليوم على الدول الأخرى كيما مصر أنه تنجح في فرض ضغط لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة الأيالي غزة بش ينجموا يصبروا مع المقاومة اليوم راو أغزر الحرب هذي كيما قلت لك هي حرب استنزاف ما تربحش في الليامات لولا وما في الليوش عرالولا بقدر قد ما تتويل الحرب راو هذي في صالح المقاومة الفلسطينية في صالح المقاومة صعيبة على الشعب الفلسطيني كل نهار يمر يحمل معه ألف ومئات الظحايا يخلينا اليوم أن نحكيه بشوية تفاول أنه اللي يحكي فيه القسام قاعدين نشوفه فيه صور معنى اليوم مثلا ما شوفناش حتى جثث شهداء من القسام ولا عكس ما يدعيه الجيش السهيوني وغيره معنى حتى لو كان سقط واحد ولا اثنين بش يوريك أنه الإسرائيليين والصحيين ما همش مسيطرين على أرض المعركة غير قادرين حتى أنهم يلتقتوا صورة أنهم يصوروا بيصورة تصويرها ولا فيديو لو قاموا بقتل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من كتاب القسامة وقتل القسامة تسور لك في ضرب المدرعات وفي ضرب الاليات وفي ضرب الجنود في عمليات تشفي على هالي ميزيين والله يا رفيق على الفيديوهات اللي هبطوا فيهم من قسام واحد تلمون يتفرد والله الفيديو يعودها بثلاثة والاربعة مرات وبارح زيدة رأوا القسام ضربوا سويرخ تل ابيب ورينا في الجزيرة معانتها برشا سويرخ وهذا يخليك تأكد أنه كما قال أبو عبيدة أنه بيش يجيوا عالتيرا رأوا بغزة بيش تكون مقبرة لهم وإن شاء الله ربي ينصرهم هذا كواعد شي قول اللي كان منتذرة أنه يحبوا يرجعوا صغار القراية في تل ابيب رشقه ساروخية خليت القراية يرجع للوراء وكريشان دو بدأت تطلع بشوية بشوية توريط الحوثيين وحزب الله رفيق بشوية بشوية بداوا يساعدوا في العمليات بتاعهم ضد الكيين جيد الفقير وبيما عدد في علاقة بالحوثيين اليوم نيسبل استطلع الراي وغيره كذي تأكد أنه لو تصير انتخابات اليوم داخل الكيين وزير الدفاع جالانت هو الذي سيفوز بالرئيسة عليه شاء هاتم لأنه كل واحد قاعد يصرح على روحه بالنسبة لناتانياهو الحرب يجب أن تتواصل والأولوية رقم واحد لناتانياهو هي القضاء على الحميس بالنسبة لجالانت الأولوية رقم واحد هي عودة الأسرة من عند حميس عودة الأسرة للصهينة وهذا يوريك أنه تمبرامو والواحد انت على الشعب الصهيوني اليوم انت على الصهينة يحبوا يوقفوا الحرب ويحبوا يرجعوا أولادهم هذه أولوية الأولوية قادر هذا يزيد في التأثير على القرار؟ بطبيع فما حاجة زادة من ينزمش نساوها اللي مصدقية ناتانياهو مصدقية الجيش زادة الجيش يمكن أول مرة في تاريخ الكيين الجيش يفقدوا فيه فيقة لم يحميهم يوم 7 أكتوبر قام بأخطاء حتى لما حميهم كي تسمع الريبرتاج في الوسائل الإعلام الغربية ويمشي ويسألوا العبيدك اللي عندهم نوعا ما اللي كانوا حاضرين نهار 7 أكتوبر فما ديما كلمة تتعود قاعدنا ننتظر الجيش لم يأتي هذه حاجة دونك الجيش متقايد على نتنياهو فما حاجة أخرى زادة ريت المستشفى وقالوا فما معناها عملوا تتصاور الكيين معناها كيترالوتا كي ما عملك العام وقت بالليدن بورا بورا تورا بورا حفق البورا حفق البورا حفق البورا حفق البورا الحالين الملحى في سوسا بورا بورا حفق في النذاء يشفت الملحى لا ينشتهن حفق بافي اليسكة حفق بشاق حفق 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 بحسور 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 بورا بورا يا رفيق شوفولوا ريستورون معنا تزيح يقاملوا معه وفت شرجاركم هاته خلصولوا ديان بلهوان ديان في الجمعة سنوك تحليل دوك مرقاوش اللي حاشتهم به ركبوا التركيب حتى العالم الغربي حتى وسائل العلم حتى السينين حتى وسائل العلم الصديقة مطيحهم موش مصدقتهم مرقاوش دونك محسورين في زنقة في معاناها 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 عندهم ما يثبته وابو عبيدة ولا عنده مصدقية عند الصهينة أكثر من من الجيش وأكثر من المسؤولين ثابت أنه مستقبل ناتنياهو منتهي سياسيا وهذا هذا ما يؤكد هذا ما يؤكد أنه الحرب بشكون أكثر هستيرية بالنسبة لي في قد ما كانوا ديزويت و ترونة سينك قبل عقود هذا رئيس الوزراء السابق يحكي على ما تم مريره للعالم من صوره فيديوهات اللي قالوا هاي الأنفاق قال ذي كروا ابنيوها متورين إسرائيليين وقت اللي كانت إسرائيل تدير المكان قبل عقود كنا ندير المكان لذلك أبخيناهم لقد مضت عقود ربما منذ خمسة واربع عقود حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابر من أجل توفيع مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود من قادروا ابنيها للمستشفيات نعاون فيهم وقتها ولم تكن بأنفاق لا تابع لحماس الملاحظة الأخيرة عليش هو يحكي أبو عبيدة ديما على الجرفات والدبابات خطر الكلفة وليت قلقتهم فما كريز إيكونوميك بدأت تتراه في 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 إسرائيل دونك حتى العبيد وليوا قلقين معناها قاعد هو يجيش في رأي في الرأي العام اليهودي الصهيوني الإسرائيلي قاعد هو يهيش فيهم في وسطه وما حشتوش من اللي لبرة حشتوا بهم الداخل مثلا من الرسالات الي بحثوها في الفيديو بتاع المقاومة اللي قاعدة تعمل والأتناق والجرفات اللي يفجروا فيها فما كان شفتوه على حجرة حطوا الشركة اللي يبسوها الميليتير عوما في اسمه لم تكن اعتباطية لأنه لا لأنه ذاك الجند الصهيوني اللي مات لم تعلن عليه الجيش لم يعلن عليه جيش حب يقول راكم تكذبوا هذا جزء من بعدة الكريم قاعدوا تسوقوا فيها خطوا كلهم يخرجوا عطيوا السي ميليماتو هذا كيبدو نميت عندو أربع يام ملاجمة قال ما هو هيدا ميت وما أخبرتوش علي دوك يدخل في بلبلة داخل الكيان نصرك يا رب لإخواتنا في المقاومة لإخواتنا في فلسطين يا رب ينزل سبر وما زالت ليه مسحيبة القصف متواصل والعرب كالعادة وما حتى الشيء جديد دول غربية ما وقف تتغير ولكن أرض الواقع لا شيء يتغير إن شاء الله الفرجي جي من عند رب نعود بعد الفصل